وخليني أقول لحضرتك أنه كمان المواجهة الشعبية الحقيقة كانت لا تقل أهمية ودورها كان في غاية الروعة ويمكن المقاومة الشعبية أو الشعب المصري كان زيه زي الجنزي اللي كان عجبها وقتها كلميني شوية عن المقاومة الشعبية وقد إيه كانت بتدعم الجنود كمان لأنه النهاردة المقاومة الشعبية دي كانت نقطة تحول في انتصارات أكتوبر في الحقيقة يعني المقاومة الشعبية إحنا طول عمرنا الشعب في ظهر جيشه لأنه هو جيش جزء من شعب وإيماننا الراصخ بده أنه إحنا ما عندناش يعني مرتزقة ما عندناش حاجة مأجورة ما عندناش حاجة من دينسيات مختلفة فالجيش عبارة عن ابني وأخوية وزوجي يعني من محيط العيلة والجيران والأهل طبعا فبالتالي كل واحد بيحس أنه هو بيبص على ابنه بيبص على جاره صحيح على قريبه بيبص على أخوه على أخوه طبعا فالإحساس ده بيخلي الرغبة أن احنا نساعد بكل ما قطينا من قوة لكن في وقت كمان العدوان والاحتلال بينمو جوه الإنسان المصري صبر وجلد على تحمل التحديات الاقتصادية اللي كانت موجودة صحيح يعني الإشعاعات والأخبار اللي كانت مغردة اللي كان بيتم محاولة بس اليأس ونشر روح يعني كده الهزيمة في نفوس المصريين لكن احنا ما استسلمناش وده بالذات يعني يبين ازاي ان احنا وجهنا ده في بورسعيد في مدن القناة ومدن خط المواجهة ازاي انه محدش قدر يخترق السويس ازاي الفنون الشعبية قدر التعبر وازاي ان احنا كان عندنا يعني السيدات كانوا بيخرجوا عايزة اقولك ان هما بالدقيق اللي موجود في بيتهم يعملوا مجرد ما عرفوا ان العبور بدأت في حراك بقهم يعملوا عيش وفطير ويبدأوا يبحثوا عن الجنود فين واللي راجعين وراحين يدلهم شو نطبق اي حاجة بالموجودة في البيت الحس الوطني ده بيطلع واحنا ممكن ما يكونش في البيت عندنا غيره بس هما اولى صحيح وهم دول المصريين وهو ده الجيش المصري وهو واحد من اعظم جيوش العالم اللي دايما 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 مشرفنا ودايما محسسنا بالامان